تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بخضبة الأهرام يرافقه وزير السياحة والأثار شريف فتحي ومحافظ الجيزة عدل النجار وعدد من المسؤولين وأكد رئيس الوزراء أنه حرص على إجراء هذه الزيارة بعد الاجتماع الذي عقده أمس لمتابعة الأعمال المنفذة وفق المستهدفات المطلوبة بالنظر إلى أهمية تلك المنطقة الأثرية كوجهة جذب رئيسية للسياحة الوافدة واعتبر مدبولي أن أعمال تطوير منفذة على النحو الذي يتناسب مع القيمة الحضرية للمنطقة الأثرية يصهم في تحسين التجربة السياحية للزائرين وإحداث أثر إيجابي يدفعهم لتكرارها والترويج لها في بلدانهم